مفاوضات وصفتها واشنطن بالهادئة وتراها طهران وقف إطلاق نار سياسي فيما تؤكد صحيفة نيويورك تايمز قرب التوصل لاتفاق يحد من برنامج إيران النووي وتطلق واشنطن بموجبه سراحة مواطنيها المسجونين في طهران الصحيفة أوضحت أن الاتفاق الوشيك سيحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات وأن طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60% ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وبموجب الاتفاق ستوقف استهدافها للأمريكيين في سوريا والعراق وستوسع تعاونها مع مفاتيشي الوكالة الدولية وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا في المقابل ذكرت نيويورك تايمز أن طهران تتوقع أن تتجنب واشنطن إصدار عقوبات مشددة عليها أو من خلال الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبها أشارت وولستريت جيرنل إلى أن واشنطن وافقت على إفراج العراق عن نحو ملياري ونصف مليون يورو إرادات إيران من الكهرباء والغاز وهي أموال كانت مجمدة بفعل العقوبات الأمريكية وبالنسبة لملف السجناء الأمريكيين في إيران قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لموقع المونيتر أن الاتفاق بات وشيكا بين طهران وواشنطن وينحصر إنجازه بأمور تقنية والأمريكيون الثلاث المسجونون في إيران هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز ويربط محللون التوصل الاتفاق النووي بضمان إدارة بايدن إطلاق سراحهم أولا فيما تسعى طهران للإفراج عن أصولها المجمدة والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات ومنها السبع مليارات لدى كوريا الجنوبية إلا أن الآلية الأمريكية المقترحة ستسمح لإيران بالوصول لهذه الأموال واستخدامها لأغراض إنسانية فقط لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات